بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم نواصل في تدبرنا في اسم الله الرحيم في آيات الكتاب العظيم عدد من الآيات والسور في كتاب الله حوت هذا الاسم المبارك منفردا ومقترنا ومن أكثر الأسماء التي اقترنت باسم الله الرحيم الغفور التواب الغفار ولكن اليوم في تدبرنا في هذه السورة المباركة سنجد أن أكثر اسم اقترن باسم الرحيم العزيز وأن اسم الله العزيز مقترنا باسم الرحيم ونحن ذكرنا ونؤكد أن اقتران الاسم اسم العزيز بالرحيم في موقعه وموضعه في سورة من أي سور القرآن له دلالة يعني حتى اقتران الأسماء الحسنى في سور القرآن وآياته لها دلالات متصلة بالسياق ومتصلة بالسورة وما جاء فيها من موضوعات سورة الشعراء هي أكثر سورة في كتاب الله اقترن فيها العزيز بالرحيم في بدايتها أواصطها خواتيمها سورة عظيمة مكونة مما يزد على مئتي آية سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان القوم يقارعونه بآيات الكتاب ويتحدون بأنه هذا القرآن من قبيل الشعر وهذا واحدة من أكثر ما أثير من شبهات على القرآن وحول القرآن ليس لأجل فقط النيل منه ولكن كان الشعر وما يزال إلى يومنا هذا بالنسبة للعرب في ذلك الوقت هو أكثر وسيلة إعلامية يصل فيها الصوت إلى أبعد مدى وفق ما توافرت لديهم من وسائل إعلامية ونحن كلنا نعلم اليوم الإعلام يعرف ويسمى السلطة الرابعة وأنا أشك في أن السلطة الرابعة ممكن يكون السلطة الأولى بامتياز تفوقت على كل السلطات وأصبحت هي التي تدير مختلف أشكال ليس فقط القرارات وإنما حتى الرأي العام يعني تؤثر يعني تغير يعني تبدل وهذه قضية في واقع الأمر نفسية وتشريعية ولها دلالات عظيمة سورة الشعراء العظيمة تعلقت بكل وأعطتنا كل هذه الدلالات في واحدة من أعظم الموضوعات التي حوتها هذه السورة المباركة قصص الأنبياء أرد واضح صريح من خلال قصص الأنبياء وكعدة القرآن وإسلوبه على كل أولئك الذين افتروا على القرآن فقالوا إنه قول شاعر نتربص به ريب المنون وعادت القرآن وهذه من أعظم أساليب القرآن ليس بالضرورة أن يرد على الشبهة المثارة ردا مباشرا لكن في كثير من الأحيان رد غير مباشر ويكون في الصميم ويوصل الرسالة ليس فقط لأولئك الذين يثيرون حول القرآن الشبهة ولكن لأجيال لاحقة ذاك أن القرآن هو الكتاب الخالد الذي سيبقى بيننا السورة المباركة سورة الشعراء نزلت كما قلنا في ظروف صعبة تحدي للقرآن ولذلك بآياتها التي تزيد على المئتي آية نزلت تثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وترد على هؤلاء ولذلك من أكثر الأسماء التي اقترنت بها هذه السورة واسم الله الرحيم العزيز والعزيز سنأتي على تفاصيله في سور أخرى حين نأتي إلى اسم الله العزيز وغالب ما يقترن في القرآن اسم الله العزيز مع الحكيم إلا في هذه السورة المباركة عدد من الآيات في سورة الشعراء وليس فيها تكرار على الرغم من التشابه في الآية التي يأتي فيها قوله جل شأنه وإن ربك لهو العزيز الرحيم في مواضع مختلفة دعونا نبدأ من بداية السورة التي افتتحت بالحروف المقطعة طاسمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين ومن هنا تبدأ سلسلة التسلي والتثبيت لقلبه صلى الله عليه وعليه وسلم ونحن قلنا ونؤكد في هذا السياق أظمت القرآن في اختيار المفردة باخع نفسك جاءت كثيراً في كتاب الله يعني أشد من القتل لأن القتل ممكن يكون قتل حسي ولكن باخع نفسك تذهب ذهاباً بطيئاً لشدة حرصك على إيمان هؤلاء وهذا في واقع الأمر بهذه المفردة العظيمة التي وردت في سورة الكهف وفي سورة أخرى في بيان الحالة الشديدة الصعبة التي كان يمر بها صلى الله عليه وعليه وسلم وهو يعاين إعراض قومه وفي ذات الوقت يدرك تماماً ويوقن بأن هذا القرآن لا أعظم منه على الإطلاق فكيف لا يؤمن به لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين إلى متى ستذهب في عتاب جميل رائع يثبت قلب الحبيب صلى الله عليه وعليه وسلم أن لا يكونوا مؤمنين وفي آيات كما سنأتي عليها دورك أن تبلغ لكن أن لا يكونوا مؤمنين هذا شأنهم هم قرارهم هم اختيارهم هم ولكن كيف تتنزل الآيات على قلب النبي صلى الله عليه وعليه وسلم في سورة الشعراء لتؤكد كل هذه المعاني العظيمة تدأها بقوله إن نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعي تدبروا في قوة الآيات التي تتسق تماماً مع اسم الله العظيم العزيز يعني هي من معاني هذا الاسم العزيز الذي لا يغلب الذي لا يقهر الذي لا يستطيع أحد الوصول إليه قهر عباده بقوته وقدرته وأذل عباده بأزته جل شأنه ولا تنفك في سورة الشعراء العزيز عن الرحيم حتى يعطي رسالة واضحة للخلق أنه في عزته جل شأنه رحيم بحالهم وشأنهم يمهل المخطئ يمهل المذنب لا يأجل بالعذاب على الناس ولكن في ذات الوقت هو عزيز وعزته جل شأنه بإظهار الحق الذي أمر الخلق باتباعه حتى لا يفهم الناس أن الإيمان والحق والعدل والرحمة وكل المبادئ الخيرة أذلت من قبل الأشرار من العباد تدبروا في التناسب نحن دوما نقول أنت في التدبر لا تقرأ السورة بعيدا عن واقعك القيم التي جاء بها القرآن وأمر بها قيم عزيزة والعزيز لها عدة مآني من أين اكتسبت هذه العزة؟ عزيز يعني لا يقهر عزيز يعني لا يغلب عزيز يعني يظهر عزيز يعني لا يصل إليه الخلق فيقهرونه من أين جاءت كل هذه العزة؟ بعزة الله جل شأنه القرآن كلام الله العزيز ولذلك سنأتي في سورة ياسيم تنزيل العزيز الرحيم هذا ليس أي كتاب وبالتالي ما جاء فيه من أوامر ونواهي فيها العزة وهي التي تحقق العزة وقد يقول قائل إذن لماذا؟ لماذا الآن هذه القيم ليست بعزيزة؟ أربط معايا في السياق لأن سورة الشعراء نزلت في فترة حرجة كان يعاني فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من أشد أنواع الألم النفسي والمادي والمعنوي والحصار والسخرية والاستهزاء والاستعلاء على تلك القيم التي نزلت في القرآن ويأتي القرآن بهذا النصوص وبهذا النص الخالد ليضحض كل شبعه الحق لا يعز ولا يذل بكثرة من يتبعه أو لا يتبعه الحق هو عزيز في ذاته لا تمس عزته ولكن الإشكالية في من قد يتمسك به وهو ضعيف أو دليل ولذلك جاءت الآيات بهذه المقدمة القوية إن شأن نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لا أقاضعين ماذا تريد يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لو أراد ربك أن ينزل عليهم الآية لنزل لو أراد أن يخسف بهم الأرض لخسر لو أراد أن يطبق عليهم السماء لأطبق ولكن كل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة كل شيء يدبره سبحانه بحكمة ولذلك تلازم العزيز مع الحكيم وهنا العزيز مع الرحيم قال جل شأنه أولم يروا إلى الأرض يا رب كيف بعد هذه المقدمة مباشرة أولم يروا إلى الأرض آيات الله في الأنفس لا تنفصل عن آياته في الكون يعني الكون والطبيعة والآيات المبثوثة هنا وهناك سماء أرض جبال ماء أليس في هذه الدلالة على عزة الله وآية من آيات قدرته وعزته بكل تأكيد فلما القرآن يربط ما بين هذه الآيات التي نراها أنا وأنت وبين محاور السورة وموضوعاتها في بيان عزة القرآن والإسلام وقيم هذه دلالة واضحة على أن واحد من أعظم السبل والوسائل لتعزيز مبادئ الاعتزاز بالقرآن النظر في ملكوت السماوات والأرض ولذلك أنت حين ترفع رأسك إلى السماء ترفع رأسك إلى السماء وتنظر بعينيك إلى السماء تقف خاشعا إذا بتأمل بصدق تعجز تشعر بمعنى العزة تشعر بمعنى السعة تشعر بمعنى أظمة هذه الآيات قال أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم هذه بعد المقدمة الأولى لماذا يأمرني بالرؤية في الأرض حتى ترى عزة الله جل شأنه في كل نبات ينبت وبذرة تنمو وتكبر وزرعة ربما جاءت من نتة أو ثمرة أو حبة أو بذرة لكنها سرعان ما بسقت وأصبحت شجرة أو نخلة قل بالله عليك من يستطيع أن يفعل هذا إلا الله العزيز الرحيم تدبر معي فيما جاء بعدها قال إن في ذلك لا آية ليس فقط هذا القرآن العظيم الذي هو كلام الله آيات ولكن الآيات مبثوثة في ذلك الكون الذي هو منظور إلي وإليك يعني بمعنى تسري لقلب النبي صلى الله عليه وعلي وسلم يا محمد لا تيأس هذا الكتاب المقروء الذي لا يؤمنون به هم ويجادلون ويمارون في أحقيته هم جادلوا وماروا في أكثر من ذلك هذا الكون المفتوث أمامهم قال إن في ذلك لا آية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم تدبروا في سياق هذه أول مرة ذكرت في السورة إن في ذلك لا آية الكون فيه آيات وقرآن هذا الكتاب هو آيات منزلة من أمد الله جل شعر ونحن قلنا كثيرا حتى حين جئنا في تدبرنا في سورة العلق قلنا حين يقول رب العز اقرأ باسم ربك الذي خلق قراء للكتاب المنظور الكون الطبيعة وما حوته من آيات البينات إن في ذلك لا آية وما كان أكثرهم مؤمنين وتدبروا في عظمة القرآن نحن قلنا في مرات كثيرة في السابق أن الأكثرية في القرآن لا تعني الحق وأن الأغلبية لا تعني الحق وأن الأقلية لا تعني باطل ولا تعني ضعف ولا تعني شيئا لأن المسألة ليست عبد وإنما المسألة مسألة نوع وهذا يؤكده القرآن في أكثر من موضع وما كان أكثرهم مؤمنين طب الحل قال وإن ربك لهو العزيز الرحيم آمنوا أم لم يؤمنون آمن معك قليل أم لم يؤمن معك كثير لا كثرتهم تزيدك عزا ولا قلتهم تزيد منك أو ممكن أن تأتي إليك بذل تدبروا عزة القرآن وكيف يؤسس معاني العزة في النفس حتى الإنسان المؤمن اللي يقرأ القرآن يفهم ويستوعب إيمانك بالحق لا يزيده عزة أن يكثر أتباع من يقولون بالحق ولا ينقص من عزته شيئاً يقول أو يقل من يقول ويؤمن بقضيتك التي أنت تؤمن بها بناء على إيمانك بالله جل شأنه وآياتك ليس لها علاقة بذلك ونحن في الواقع الذين عش ندرك تماماً أن الكثرة ليست مدعا للعزة بدليل أن المسلمين ما كانوا في وقت من الأوقات أكثر عدداً مما هم عليه الآن وهذا حقيقة لكن المسلمة ليست أكثرية وليست قلة العزة لا علاقة لها بكثرة والذلة لا علاقة لها بقلة وإنما العزة والذلة ولذلك في آيات أخر وسنأتي علي في تدبر اسم الله العزيز العزة لله ولرسوله وللمؤمنين وتدبروا معي هذا السياق وهذه السورة تنزلت في وقت ما كان المسلمون لا يملكون فيها قوة مادية ولا كثرة عدد ولا زيادة في العشير ولا منعة من أحد أبداً عدد قليل من المسلمين وهذا القرآن يتنزل مؤسساً للعزة هو لماذا العزة مهمة جداً في كتاب الله؟ لأن الحق عزيز ولا يمكن المؤشر الحقيقي لعزة الإنسان الذي يتبع الحق أن يكون عزيزاً لا يطأطئ الرأس ولو دهسوا على رؤوسه ورأسه بأقدامهم هذا لا يغير من واقع شيء تدبر القرآن كيف يبني العزة ويؤسسها لأن البشر سيحاولون ولذلك في آيات أخرى لمن يقول رب العزة جل شأنه على لسان رأس المنافقين لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذن ولله العزة ولرسوله ولله هذه الحقيقة قال وإن ربك لهو العزيز الرحيم هذه أول مرة ذكرت فيها في سورة الشعراء في الآية التاسعة في مقدمتها ثم ماذا جاء بعدها؟ جاء قصة موسى عليه السلام موسى من هو موسى؟ موسى إنسان من بني إسرائيل حصرهم فرعون بجنوده كان يسوم نساءهم يذبح أبناءهم فعل بهم الأفاعيل تدبر معي التلازم والترابط بين الآية قال وإذ نادى ربك موسى أن ائتي القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقن من أين جاءت العزة لموسى عليه السلام؟ موسى فرد ومن بني إسرائيل ولذلك في آيات أخر لأنها من أكثر قصص القرآن ورودا قال إن يا رب أنت أعلم إن لهم علي ذن أخاف ويقتلون كيف أذهب إليهم؟ قال أأتي القوم الظالمين تدبروا معي قوم فرعون ألا يتقن تدبروا فيه في نفس السورة قال رب إني أخاف ويكذبون خوف موسى الطبيعي البشري الإنسان المؤمن للقرآن هنا يعبر عن موسى الإنسان الخوف الحقيقي لأن الإنسان لا بد أن يكون الخوف غريزة في نفس الإنسان ولكن القرآن يهذبها يعدلها يضبطها لا يجعل هذا الخوف الغريزي مدعات ولا مبرر لأن يصبح أو يقع الإنسان في مذلة ولا يقبل بالمهانة ولا يقبل بالظلم ولذلك قال ائتي القوم الظالمين أن ائتي القوم الظالمين قوم ظالمين نحن في منطقنا اليوم وكثير من منطقة الناس يقول لك أؤثر السلامة وامشي جن بالحط وتركك من الظالمين والله جل شأنه يقول ائتي القوم الظالمين هذا تأسيس للعزة قال ربي إني أخاف ويكذبون وهو به أعلم جل شأنه ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فارسل إلى هارون في تعبير واضح صريح على موقف موسى عليه السلام وما كان فيه من مشاعر وحاسيث وهو النبي المرسل ليس تردداً لا كل الأنبياء بشر هو لماذا القرآن اختارهم أن يكونوا والقرآن يؤكد بشرية هؤلاء الأنبياء حتى لا يدعي داعاً ويقول هؤلاء الأنبياء لا أستطيع أن أقتدي بهم ما تشعر به شعروا به ما مروا به وما تمروا به مروا به شعرت بالحزن انظر لي وقرأ لي حزني عقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله تشعر بالألم انظر إلى موسى وهو يخاف من فرعون وقوم تشعر بالضيء وأنه أطبقت عليك كل الأبواب وغلقت دونك الأبواب اذهب إلى غيابات الجب لترى يوسف كيف يصدح ويقول لا إله إلا أنت وفرج الله عنه تشعر بمعنى أنك تكون لوحدك غريباً كأنك غريق في ظلمات بحر لا تعلم له أول من آخر تذكر ما حدث ليونس في بطن الأوت تدبروا القرآن عظمة القرآن هذه بشرية الأنبياء وما مروا به لأن هم أولاء الذين صفت الخلق وتدبر معي ما زلنا نحن نتكلم عن الشعر والشعراء سورة الشعراء حتى تفهم أن ليست النماذج الإعلامية والظهور والشعراء وشعر ودنيا وأضواء هي التي تصنع النجاح أو العزة أو الحق لا الحق والعزة والصواب يعرف بنفسه سواء أعلم عنه أو لم يعلمه ليس الإعلام هو الذي يصنع نجماً حق القيم لا ممكن يصطع مشاعر صح لكن من قال لك أن الشهرة مطلباً الشهرة ليست مطلب لمؤمن ما هو مطلب المؤمن؟ العزة بالله ورسوله والمؤمنين قال ولهم علي ذنب فأخافوا أن يقتلوا قال كلا تدبروا في القرآن رجع فيها كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون هذه واحدة من أعظم المفاتيح كيف تشعر بأن الله سبحانه وتعالى كيف تأتي كالعزة أن تعلم أن الله يسمع همس النفس ما يجول في خاطر كي يسمعوا تدبر في دقة المفردة إنا معكم مستمعون يعني يا رب أنت تسمع كل شيء يحدث اليوم كل شيء إنا معكم مستمعون طب أنا أتساءل لما الإنسان يستحضرها به هذا الجزء من الآية إنا معكم مستمعون ماذا يحصل له؟ ولا الدنيا لو تقف بوجهه تستطيع أن تكسر له قلبا أو تمس فيه شيئا أبدا إنا معكم مستمعون تدبر دقة المفرد مستمعون ليس فقط سامع لأنه سمع جل شأنه مستمعون حتى تفهم وتعرف ما معنى الإيمان بالله سبحانه جل شأنه والنتيجة ولذلك هنا قال فأتي يا فرعون تقول إن رسول رب العالم الآن ستبدأ تستطيع أن تقف في وجه فرعان قصة موسى ما زلنا هي كلها بدأت إن ربك لهو العزيز الرحيم وختمت في أي آية في الآية 68 وإن ربك لهو العزيز الرحيم أنا أتساءل هي قصة موسى عليه السلام اللي بدأت في سورة الشعراء بقوله وإن ربك لهو العزيز الرحيم في الآية 9 وختمت في الآية 68 القصة في قوله جل شأنه إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم تدبروا في الربط واللي احتضى القرآن واحتضى سورة الشعراء الآيتان هنا تطابق من حيث اللفظ ولكن تدبر في السياق الأولى اللي جاءت اللي هي الثامنة كان قبلها أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم الآية 68 قال جل شأنه قبلها في الآية 65 وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين فرعون المدجج بكل أشكال الأسلحة بجيشه وجنوده قال وأنجينا موسى ومن معه أجمعين لا سلاح ولا عتاد ولا شيء ولا شيء ثم أغرقنا الآخرين ولم ينسب جل شأنه لموسى أي شيء من هذا لأن القضية ماذا؟ هذا فعل إله قال ثم أغرقنا الآخرين تدبروا بعدها إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وتدبروا في اختلاف الآيات الآية الأولى آية كونية في الطبيعة إن بات الآية الثانية آية في أقدار الأمم ومصائر المجتمعات ما هي أنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين هذه آية في الكون ما مضمون الآية الضعف والقلة لا ينظر إليها عندما يكون الحق هو الباعث لها الحق ضعف في ضعف قلة في قلة لكن أين الفارق الحق وماذا على الطرف النقيض من فرعون مدجج بكل شيء لدرجة أنه طغى اذهب إلى فرعون في آية اذهب إلى فرعون طغى طغى بأي شيء بماله بقوته بسلطته بجبروته كل شيء معه جنود أموال كل شيء معه لدرجة أنه قال لحارون ابني لي صرحا أريد أصل للسمة لأن الأرض ما كفت من طغيانه وشدة جبروته ماذا يقول جل شأن ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك الآية وتدبر في نهايتها وما كان أكثرهم مؤمنين يا رب حتى بعد ما رأوا هذه الآية الناس اليوم تذب إلى متاحة في مصر تتفرج على فرعون تاخذ كم صورة وتمشي هذا الحاصل وما كان أكثرهم مؤمنين حتى بعد ما رأوا كيف يبطش الله بالظالمين وما كان أكثرهم مؤمنين بس السؤال طب لمن ما يكون أكثرهم مؤمنين أتراجع عن الحق أكون مع الأكثرية حشر مع الناس عيد أبدا حشر مع الحق عيد ولا حشر مع غيره عيد يعني هذه من الأمثال الدارجة يقول لك حشر مع الناس عيد نحقا حشر مع من حتى يكون عيد قال وإن ربك لهو العزيز الرحيم هذه الآية 68 قال واتلوا عليهم نبع إبراهيم إبراهيم ماذا؟ إبراهيم كان أمة هو نفر واحد بس كان أمة لماذا؟ قانتا لله يعني القنوط لله يجعل من الإنسان أمة واحد يساوي أمة والأدم القنوط والخضوع لأمر الله أمة ولا حتى تعد واحد تدبروا في عظمة القرآن هو إبراهيم ماذا يذكر عنه القرآن في سورة الشعرة؟ إذ قال لأبيه وقومه أبي وقومه ما تعبدون الحق يستحق أن تجهر به الحق لا ينبغي أن تستحق قوله الحق لا ينبغي أن تخب لماذا؟ لأنك أصلاً أنت لمن تقول الحق أنت تشرف بقولة الحق وأن تجرى كلمة الحق على لسانك قال لأبيه وقومه ما تعبدون هو إبراهيم ما خاف كيف يخاف رب العزة معه؟ حتى حين ألقوا بنار تحرق قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم يخاف بعد كل أسوار وأصنام الخوف تحطمت كيف هذه الأصنام تتحطم؟ إيمانك بالعزيز الرحيم تدبر في المؤتران عزيز الرحيم لماذا قال عزيز الرحيم؟ حتى تعرف يا مؤمن لأننا قلنا رحيم بالمؤمنين فسرت آيات أخر الرحمة واصلة للمؤمنين رحمة خاصة بإباده المؤمنين فيمؤمن لمن تؤمن بالله لا تعتقد ولا تتوهم أبداً أنك ستذل أو الحق الذي تؤمن به سيذل والرسالة واضحة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكل من يؤمن بالقرآن ورسالته قل للذين كانوا يتبعون ويستمعون للسورة ولكن ليس الإشكالية قلة وكثرة وما كان أكثرهم مؤمنين هذا لا يغير شيء في العزة تدبروا معي في هذا بعض الناس اليوم يقول لك كيف الحق وكذا ما يقف معه ولا قلة من سينصر من سينصر ما هذا ليست بموازينك انتبه الموازين الحق هي في هذا الكتاب العظيم وتمضي الآيات في سورة الشعراء إلى الآية ثمانية وستين وقصة إبراهيم عليه السلام وما جاء بعدها إلى أن تصل إلى قوله جل شأنه قوله ليس هنا في الدنيا فقط لا انتهت قصة إبراهيم عليه السلام وآخر منتهت مع قصة إبراهيم قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واخفر لي بي إنه كان من الضالب ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بن إلا من أتى الله بقلبه سليم هذه مفاتيح الأزة والاعتزاز كيف تصبح الإنسان عزيزا حين يدرك أنه يوم يبعثون لا ينفع مال ولا بن لأنه هو واحد من أعظم أسباب العز اليوم في الناس وفي الدنيا ما هي المال والبنون كثرة العشير كثرة الأنصار قال إلا من أتى الله بقلب سليم هذا الذي يعزك هذا الذي يرفعك هذا الذي ينفعك قلب سليم من الشهوات والشبهات تدبروا معي على فكرة شبهات ليست فقط كما يعتقد الناس أنه يعتقد أن القرآن ليس كلام رب العالمين أو كذا أو كذا واحدة من الشبهات هي الشبهات المتعلقة بالإيمان منتصار وظهور الحق على الباطل هذا لا ينبغي أن يكون عندك شك فيها لا ينبغي مهما رأيت من سطوة الظالمين وبطش المتكبرين وتجبر المتجبرين إياك أن يخطر في بالك وتقول أين الله فينصر الحق الله جل شأنه ناصر عباده ولو بعد حين إنما الأمر أمره أمر سبحانه جل شأنه هذه من الشبهات للقلب السليم لا بد أن يكون سليما من الشبهات لا يخالجه شك مهما رأى من البطش بالمؤمنين وهذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تدبروا في الآيات التي جاءت بعدها قال وأزلفت الجنة للمتقنة خلاص ثم تأت وبرزت الجحيم للغاون إلى أن دار الحديث مع جنود إبليس قال فكبكبوا فيها هم والغاون وجنود إبليس أجمع إلى أن قال وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ظلال محمبي إذ نسويكم برب العالمين وما أظلنا إلا المجرمون كل يتنصل من جريمته وجريرته تدبروا إلى أن يقول جل شأنه آخر كلمة في الآية 102 قال فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين هذه على من؟ أصحاب النار يوم القيامة كل الأمنيات التي يتمنونها لو أن لنا كرة فنكون مع من؟ نكون من المؤمنين لكن السؤال هو من كان هؤلاء المؤمنين؟ مشاهير؟ أغنياء؟ تفتح لهم الأبواب؟ أبداً ممكن يكونوا كانوا ناس بسطة كحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه الناس لا تأبه لهم ممكن يكون عبد مثل بلال رضي الله عنه هذا السيد الذي بطش وتجبر وتكبر يوم القيامة أمنيته لو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين قال انتبهوا على الآية ما قال مع المؤمنين؟ قال من المؤمنين؟ لماذا؟ لأن أدرك حقاً أن هذه هي الأعزة التي ينبغي السعيدها مهما كانوا بسطاء مهما كانوا متواضعين ليس المسألة ما تملك؟ المسألة ماذا في قلبك؟ تدبروا معي قال إن في ذلك لا آية وما كان أكثرهم مؤمنين الآية يو ثلاثة سورة الشعراء لم تتأكد فيها فقط الآية اللي بعدها وإن ربك له والعزيز الرحم لكن اللي قبلها إن في ذلك لا آية وما كان أكثرهم مؤمنين ما هي الآية؟ تخاصم أهل النار تمني أهل النار ولو كانوا من السادة والكبراء كما جاء في سور أخرى أن يكونوا من المؤمنين ولو كانوا ضعفاء وعبيد وليس لهم قوة ولا مال ولا جه ولا سيطة لماذا؟ لأن حصحص الحق وتبين الحق الذي يؤمن به المؤمن من خلال إيمانه بكتاب الله المؤمن يرى يوم القيامة هكذا أمام عينيه ليس بينه وبينها إلا أن يموت فقط ولا هو مؤمن بها هو يراها يعني أنت لما تسمع في كتاب الله في سورة الشعراء يقول لك وأزلفت الجنة للمتقين ألا تستشعر؟ على فكرة واحدة من أعظم ونحن ذكرنا هذا كثيرا في التدبر من أعظم أسباب تقوية الإيمان في قلب الإنسان المؤمن وفي قلوب الصحابة الصحابة والجيل اللي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي ربته آيات القرآن أنه كان يعيش الجنة حقيقة كيف يعيشها؟ حتى يعرف يعيش في هذه الدنيا يتعالى على سفاسفها كيف يتعالى على سفاسفها؟ إن لم ينظر إلى ما في هذه الجنة لذلك كان لمن يقول أشمرح الجنة من وراء جبل أحد هذا ما كان هكذا هذا مو خيال هذا ليس وهم هذا القرآن اليقين عبادة اليقين الحقيقية تدبروا في الآية إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم هو لماذا بعدها هذا العزيز الرحيم؟ عزيز لا يغلب غالب قاهر لعباده وبالتالي أنت لمن تؤمن بما أنزل الله هذا عز بالنسبة لك هذا منع بالنسبة لك ومن عزته جل شأنه واقتران العزيز بالرحيم أنه لا يظهر الباطل ولو كان قوياً ومن رحمته بعباده المؤمنين أنه يظهر الحق ولو كان في قلة من الخلق هذا من رحمته ومن عزة جل شأنه العزة لا تنال لا بمال ولا بجاه ولا بسلطة ولا بأي شيء من هذا لها طريق واحد العزة الحقيقية طبعاً لها طريق واحد هذا الكتاب لها سبيل واحد أن تؤمن بالعزيز الرحيم كلما ثبت إيمانك بالعزيز زادت عزتك في نفسك وزاد اعتزازك بنفسك ليس من قبيل التباهي والتفاخر ولكن اعتزازاً بإيمانك بالله جل شأنه في ذات الوقت اعتزازك جاي من غنى حقيقي وليس غنى هكذا كيف يعني غنى حق؟ أنت مستغن بالله لا حاجة لك بأحد من الخلق احتاج الخلق في ماذا؟ لا رزقك بإيدهم ولا مالك ولا أجلك ولا عمرك ولا كتابك ولا حزنك ولا سعادتك ولا حريتك عزتك في القلب الذي يؤمن بالعزيز الرحيم ثم تبدأ بعدها ماذا؟ قصة نوح عليه السلام نفس السورة ما زلنا في سورة الشعراء قال جل شأنه كذبت قوم نوح المرسلين هذه بعد وإن ربك له العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين طب يعني ما علاقة العزة والرحمة بتكذيب قوم نوح المرسلين حتى تعلم أن تكذيب أهل الباطل لأهل الحق لا يقلل شيئا ولا يمس شيئا من عزتهم تدبر الترابط وإن ربك له والعزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين طب والحال ما الذي حصل لنوح عليه السلام؟ زاد عزا قال لهم نوح ألا تتقون عزة نوح عليه السلام وكل إخوته من الأنبياء تبتت حين وقف للحق وقام به هذا العزة الحقيقية ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون الوقوف في وجه الباطل الكذب الخداع الغش هذه أكبر معالم العزة في الإيمان ثم تتسلسل الآيات إلى قوله جل شأنه على نوح بعد ما أدى الرسالة تدبروا معي قال ربي إن قومي كذبون الله به أعلم أكيد لكن ولماذا القرآن يقول على لسانه نوح عليه السلام قال ربي إن قومي كذبون والله يعلم ونوح يعلم بأن الله يعلم أن قومه كذبون خضوع المؤمن شكوى المؤمن لله حين يجأر ويرفع شكايته لله وليس لأحد إلا الله تدبروا في دقة المفردة في رسالة واضحة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويا ناس يا من تؤمنون برسالته ارفعوا شكايتكم لمن لله ربي إن قومي كذبون تدبروا في الدعاء قال ربي إن قومي كذبون ربي إنت ربي كذبون ونعلى الحق والدعاء الابتهال قال فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين طيب بعدين من عزته جل شأنه أنه لا يذل عبداً مؤمناً عزتك في خضوعك لله وليس في خضوعك لبشر هذا قمة المذلة عزتك أن يتنقطع الأسباب عنك فلا تجد ناصراً لك إلا الله جل شأنه عزتك الحقيقية أن تخضع وتخشع وتدعو من أعماق قلبك يا رب ليس لأحد سواك هذا منتهى لعزة هذا مفتاح لعزة هل خذ له ربه جل شأنه حاش لله قال فأنجيناه ومن معه في الفلك المشعون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثر من المؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم يا لعظمة القرآن نفس الآية يعني نوح عليه السلام قال فافتح بيني وبينهم فتحاً ونجني ومن معي من المؤمنين قال مباشرة فأنجيناه ومن معه في الفلك المشعون السجابة قدرة الله سبحانه جل شأنه كيف تستهين بها تدبر في الآية البعدة في الآية 120 و122 وما كان 21 إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين كيف ما يؤمن كما نرى ونرى في كل وقت وفي كل حين وفي كل جيل الناس تسمع تسمع وتعرف عن سفينة نوح وتسمع عن كذا وتسمع وتسمع وتعرف والنتيجة وما كان أكثرهم مؤمنين تدبر عظمة القرآن وإن ربك لهو العزيز الرحيم لا يضير كأن أكثرهم لا يؤمنون لماذا؟ لأن ربك هو العزيز الرحيم تدبروا معنا المصدر لعزة المؤمن المصدر الحقيقي لعزة المؤمن إيمانه بالعزيز الرحيم جل شأنه طب وبعدين قال كذبت عادن المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقوا؟ تدبروا الآيات قبل القصة قصة الأنبياء تبدأ بهذه الآية العظيمة وبعد قصة الأنبياء تختم بهذه الآية العظيمة الآية التي بعدها بعدما ختمت القصة يقول ربي جل شأنه عن هؤلاء قوم هود قصة قوم هود فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون ماذا كان موقفهم؟ قالوا سواء علينا أوعبت أم لم تكن من الواعظين؟ إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه ماذا كانت النتيجة؟ قال فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم تدبر عظمة القرآن ما تغير شيء؟ القانون واحد الآية واحدة الآية الرب الذي رفع السماء بغير عمد يرفع الظلم ويرفع ويعلي من شأن الحق وأهل الحق بلا سبب وإن ربك لهو العزيز الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا 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 شكرا